مصر هي الأولى عالمياً في إنتاج التمور لكن اللي بيحصل على أرض توشكة من زراعة نخيل وإنتاج تمور فاخرة ده ليه؟ لأننا بنستهدف الأسواق العالمية عشان نرفع ترتبنا وسط الدول اللي بتنافس في تصدير التمور هيكلمنا عن كل هذا الموضوع بالتفصيل زراعنا قد إيه وإنتاجنا من النخيل وصل لقد إيه إيه أنواق التمور كمان اللي بنزراها هنا هيكلمنا عن الموضوع ده دكتور عبد الرحمن متولي محمد وهو أستاذ بالمعمل المركزي لبحوث النخيل أهلا بحضرتك دكتور أهلا وسهلا شرفنا فإننا آه شرفنا كمان مهندس حازم فاهمي وهو رئيس فرع النخيل بالشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية أهلا بيك باشمانس أهلا وسهلا فإننا أهلا وسهلا إحنا الأولى مصر الأولى عالمياً في إنتاج التمور هي مصر الأولى عالمياً في إنتاج كمية التمور المنتجة والحمد لله رب العالمين معظم حاجات دي بتستهلك محلياً أما بالنسبة للتصدير فمصر مش الأولى عالمياً تسبقنا بعض الدول العربية لذلك مصر استهدفت والقرار استهدف إن إحنا ندخل الأصناف الفاخرة ومصر تنافس بها الأسواق الموجودة عالمياً الحمد لله رب العالمين يعني كان أمل لنا إن إحنا ندخل بعض الأصناف صنف أو اثنين ولكن الحمد لله رب العالمين القيادة السياسية يعني أبهرتنا باتخاذها للقرار ودخلت لنا أصناف ممتازة بكميات وفيرة ننافس بها الدول المنتجة والأسبق مننا في الإنتاجية عالمياً الحمد لله رب العالمين يعني إحنا بدأنا المشروع هنا ولله الحمد بعض الحاجات بدأت تبشر وتنتج إحنا دخلنا هنا مركز البحوث الزراعية ممثل لوزارة الزراعة مع مركز البحوث النخيل يعني من حوالي أربع سنوات خلالها الشتلات الأولى اللي بدأت تزرع الحمد لله رب العالمين بدأت تبشر وتسمر والجودة ظهر عليها ولله الحمد طبعاً ما فيش خطوة من الخطوات بنخطوها إلا وبنعمل حساباتها علمية بالترتيب اللي بيحتاجوا يعني من ناحية إحنا قبل ما نستقدم أي شتلات بتسافر لجنة تفحص الشتلات في الخارج أو تفحص النسيج في الخارج والتتعرف على الحاجات اللي فيها مشاكل وتستبعدها وبعد كده تبتدي استقدام هذه الشتلات بتوع 6 شهر هناك الأول إذا كانت شتلات أما الأنسجة فتيجي مباشرة ما فيش أدنى مشكلة بيتم فحصها في المطار اللي هي قيمة منه وبتم فحصها في المطارات في العينات في المعاهد البعثية داخلياً في المطارات المصرية وعلى أساس اللي هي الشتلة تصلح أو لا أو لا تصلح بيتم متابعتها كمان في المشاتل اللي موجودة بالشركة دي حاجة الحاجة التانية لو هي فسائل ويتم شتلها هنا بتقعد 6 شهر متابعة داخل الصوب هنا قبل ما تطلع الزراعة في الحقل المفتوح وفي القطع المفتوحة يا فن الهدف كله هو دخول مصر انتاج يصلح للتصدير